الله معكم البارحة عندما كنت أهم بإعطاء صفي في الجامعة نحن هلأ عم نعطي يوم حضوري ويوم أونلاين أتى شاب غريب عن الصف وجلس في المقعد الأمامي وقال لي بتسمح لي أحضر صفك وهو صف أو مادة نعطي فيها معلومات وفية عن الأديان التوحدية ثلاثة اليهودية والإسلام والمسيحية والإسلام له أهلا وسهلا قال لي أنا دايما وهو كان لابس صليب خارجي أنا ما كتير بحبها العادي يلي بيلبسوا صليب برات التياب لأنه الصليب هو في القلب وهذا ليس مدعاة افتقار اجتماعي أو طائفي فقال لي أنا كل ما أكون قاعد مع ناس بلقيهم من غير ديني يعني هو يقصد طبعا مسلمين أنا بحاول أن نعن أن المسيحية هي ديانة الصواب أو الحقيقة قلت له أحيانا إذا سألوك أو إذا اضطررت أن تشهد يجب أن دائما تقول الحق ولا تتنكر لإيمانك بل أمرار إذا تكلمت بالحقيقة في الوقت الخطأ وفي الظرف الخطأ بتكون عم بتسيء للحقيقة وللحق قال لي مش صحيح قلت له أنت مش أعلم من الرب يسوع عندما سألوا بلاطس قبل صلبه وما هو الحق صمت يسوع ولم يجاوب ما كان وقته وما كان فيه نفع قلت له لكني أقول لك هناك ما هو أفعل من فقط اضطرارك المزعوم أنك بدك تغير كل غير المسيحيين إلى الإيمان المسيحي لأنه نقل الرب إلى الآخرين لا يكون فقط بالكلام أحيانا عندما نتكلم في غير الظرف المناسب هذا بيكون دليل كبرياء وعنجهية أنا بدي برهن لك أنه أنا جماعتي وديني أهم من دينك قد أكون مقتنعا بإيماني وليست مقتنعا بإيمان الآخرين هذا أمر آخر ولكن عندما أكون مع الآخرين أنا واجب علي أن أكون لطيفا ومحبا وناقلا الرب إليهم بالفعل قبل بالقول ما بيقول الرب يسوع في الموعد على الجبل هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم ويمجد أباكم الذي في السماوات ما بيقول هكذا فليسمعوا كلماتكم طبعا هذا لا ينفي ضرورة البشارة بالكلام ولكن كونوا ودعاء كالحمام وحكماء كالحيات أمتى لمنكون ودعاء وأمتى منكون حكماء أمتى منعرف هذا يمن علينا به الرب عندما يعطينا الموهبة الروحية الأكبر الكبرى وهي موهبة التمييز لكي نعرف كيف يجب أن نتصرف مع من وفي الظرف المناسب لذلك أنا أعتقد أنه واجبنا اليوم أن نتصرف بمقتضى وصايا الرب والناس لما بيشوفوا الوداع والابتسام والفرح بالرغم من الصعاب رح يتسألوا بيسيروا ساعتها أرض خصبة وإذا سمح لي الرب هنتكلم سياقع كلامي على أرض الرطبة قابلة للقصوب لأن الرب هو الذي ينمي لست أنا أنا فقط ناقل للرب الله معكم